موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم معزي جماهير الأهل العظيمة جماهير أعظم نادي في الكون أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من السوديو التحليلي على قناتكم قناة النادي الأهلي وإن شاء الله سيكون النهاردة المباراة الأهلي أمام البنك الأهلي في الجولة الأخيرة من كاس الربطة المصرية الأندية المحترفين لكن قبل ما أتكلم عن ماتش النهاردة زي ما حضراتكم عارفين لا حديث داخل الشرع الكروي المصري الآن إلا عن مباراة منتخبنا أمام المغرب اللي هتلاعب الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة إن شاء الله في الدور ربع النهائي لبطولة كاس الأمم الأفريقية التي تلاعب في الكاميرون إن شاء الله يكون الفوز من نصيب منتخبنا النهاردة بإذن الله طبعا ماتش صعب من كل الوجوه على الفرقتين يعني على منتخب مصر وعلى منتخب المغرب بس الواحد لازم يكون متفائل شوي أنا متفائل لمنتخبنا لو لعبنا بنفس الروح ونفس الجدية والأداء الرجولي اللي حصل الماتش اللي فات أعتقد ما فيش فرقة حتقفه قدام بجانب بقى طبعا حاجات الفنية والتيكتيكية اللي هي التيكتيكية طبعا تاعت مستر كروش كان كود ديفوار لو تفتكروا حضراتكم قبل المباراة يعني النسبة كبيرة جدا 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 كان متشائم وكان قايل ان خلاص ده آخر متش بالنسبة لنا طبعا كان كله بيحكم على أساس المستوى أو الأداء اللي شفناه الدور الأول في التلات مباراة الأولينية المنتخب مصر ولكن أثبتوا رجالة مصر ان هم عند الصعاب بتلاقيهم فعلا عند الصعاب لعيبة قدموا مباراة ولا أروع عندهم أحسن عندهم أحسن بس مقرنة بالدور الأول فرق كبير جدا 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 مش هتكلم على فنيات وتكتيك أنا هتكلم عن روح عالية جدا في الملعب وأداء رجولي وزاق العرض بقى اللي تلعب بقالنا كتير جدا 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 ما شفناش منتخب مصر بالشكل ده يعني لما بننتقد بننتقد بس إحنا بننتقد بإيجابية ما بننتجاوزش في ناس بتتجاوز وده بعيد جدا عن الإعلام الرياضي الناس بتحب بعض الأحيان بتحب الحاجات دي بس ده مش إعلام أو مش إعلام رياضي نما لما بيلعبوا ماتش كويس أو بيبقى فيه حاجة كويسة لازم نشيت لازم نتكلم لازم نقول لازم نديهم حقهم فترة اللي فاتت أول تنم برات بصراحة كان الموج علي عليهم قوي 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 وفي ناس تجاوزت كتير جدا جدا في حقهم وفي حق برضو مصر كيروش لكن لما تيجي تأنتقد انتقد بس تخلي النقد بناء مش نقد سلبي مش نقد هدام مش نقد خارج عن النص مش نقد مش عايز أقول الكلمة اللي فيه يعني بس حقولها يعني مش عايز بقى النقد فيه اللي تأدب مش عايز بقى فيه تجاوزات ده مش نقد ده مش نقد نما لما يلعبوا ماتش كويس لازم نشيت بيهم ان شاء الله أنا متفاعل النهاردة بإذن الله بإذن الله ان شاء الله منتخبنا على الأقل على الأقل يلعب بنفس المستوى اللي لعب بيه الماتش اللي فات لو لعب بنفس المستوى اللي لعب بيه ماتش اللي فات والروح العالية اللي لعب بيه الماتش اللي فات ماتش كود فور اعتقد ان فيش منتخب حيواء في الدم طبعا بعض الناس بقى او بعض المتشأمين الليقولك ايه لو رجعنا بقى للتاريخ منتخب المغرب هتلاقيه متفوق في الموجهات بين الفرقتين وده طبعا مش مصلحة منتخب مصر لكن انا بعيد عن حاجات دي انا ليه حاجة واحدة بس الملعب الملعب لايه اعترف الا بالجهد والتعب خلينا بقى نتكلم بس في الحتة دي ايه شوية يعني حتة الجهد والتعب دي ساعات يقولك ايه اللي بيلعب احسن هو اللي بيكسب مش كل مرة مش في كل الاوقات انما روحك عالية زي الماتش اللي فات ادائك اداء رجولي زي الماتش اللي فات ممكن المنتخب اللي قدامك يتفوق عليك فنيا في بعض الفترات يتفوق عليك تكتكين في بعض الفترات ولكن العوامل الاولية اللي انا بقول عنها الروح العالية والاداء الرجولي ويبقى التوفيق معك وسيناريو الماتش ما يحصلش فيه قلق يعني ما نعيش لقدر الله لعيب مهم يتصاب ما لقيش ان المنتخب مثلا يلعب بعشرة في بداية لا في حاجات محتاجة توفيق عامل التوفيق مهم جدا 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 اداء رجولي وروح عالية وعامل التوفيق معنا ان شاء الله منتخب مصري يكسب منتخب مصر عنده لعيبة كتير جدا على مستوى عالي في المقدمة يعني زي ما بنشيد دايما بمعظم اللاعبين بس لازم نشيد بلعيب من احسن لعيب العالم الفترة دي لعيب مصري لازم نشيد بي محمد صلاح احسن لعيب العالم او من احسن لعيب العالم في خلال الفترة دي لازم نتكلم عنه لازم ما نبقاش منتشاقمين زيادة عن لزوم عندنا محمد صلاح زي ما انتم تكلموا عن منتخب المغرب وفيه كذا وكذا احنا عندنا محمد صلاح من احسن لعيبة العالم اكيد كل فرقة من لعيبها بتعمل حساب لمحمد صلاح اكيد بتعمل حساب لمنتخب مصر منتخب مصر تاريخ منتخب مصر التاريخ تتكلم على مواجهات تاريخية في صالح المغرب لا تعال انا اقولك التاريخ التاريخ الحقيقي لو اتكلمت عن منتخب مصر منتخب مصر هو تاريخ البطولة منتخب مصر هو اللي بدع البطولة منتخب مصر صاحب الرقم القياسي في الفوز بالبطولة برسيل سبع بطولات وان شاء الله التمنى تكون في الكاميرون ان شاء الله وحتى لا قدر الله لو ما جبناش التمنى بس منتخب مصر هو صاحب الرقم القياسي في الفوز بالبطولة فلما تتكلم عن تاريخ وتتكلم عن حاجات معينة وتقول لي أرقام لا الأرقام هي الأرقام موجودة منتخب مصر هو صاحب الرقم القياسي أوقات كتير جدا لو حضراتكم متذكرين في فترات كتير كنا رايحين البطولة وتقريبا معظم الخبراء يقول لك ده احنا هنطلع من الدور الأول ده احنا اكبرنا الدور الثاني لا مش ده منتخب مصر منتخب مصر صراحة يعني أنا زعلان إنه تصنيف تاني أنا واحد من المصريين اللي زعلان عشان منتخب مصر تصنيف تاني لا منتخب مصر بالمستوى اللي فات بتعملش كودفور ما يستحقش أبدا إنه بمستوى تاني لازم بها مساوى أول وبإذن الله بإذن الله بإذن الله وإحنا في المستوى التاني ده اللي بيقولوا عليه عشان هي الأرقام هي اللي بتقول ان احنا مستوى تاني مستوى التاني ده مصر بالمستوى ده ان شاء الله بإذن الله تكسب البطولة وان شاء الله تتأهل كمان اللي كسب عالم منتخب مصر اللي بيكلمه على التاريخ فازت بالبطولة في أجيال مختلفة منتخب مصر هو التاريخ منتخب مصر كسب البطولة عبر أجيال مختلفة تماما كسب البطولة في أراضي مختلفة في ملاعب مختلفة حتى كمان منتخب مصر لما بتتكلم عنه تكلم عنا عن عظمة بلد عظمة مصر مصر اللي بتمتلك كمان أو بتملك النادي صاحب الأرقام القياسية في أفريقيا اللي هو النادي الأهلي اللي بينفس ريال مدريد الأسباني على أكثر فرق تتويجاً على مستوى العالم يعني تاريخ الكرة أصلاً في أفريقيا مصر لو روحنا الآخر كمان انتوا بتكلموا على التاريخ بقى خلينا نتكلم على التاريخ زي ما انتوا بتكلموا على التاريخ لو روحنا الآخر مواجهة بين منتخب مصر ومنتخب المغرب كانت في بطولة 2017 بالجابون لو تتذكروا حضراتكم وانتهت كم كم انتهت بفوز مصر بهدف اللي أحرزه محمود كهربا فالكلام على التاريخ وخصوصاً في فترة أخيرة لا بيزيد من فرص مصر خليك متفائل بيزيد من فرص مصر وليس العكس لعبة منتخب مصر عندهم الحماس وعندهم الروح بعد ما شافوا الكلام ده حقق إيه الماتش اللي فات حماس وروح وأداء رجولي وتوفيق من عند ربنا ربنا يوفق مستر كروش واللعبة في الملعب إن شاء الله حاجة تانية خالص بإذن الله بإذن الله دخلين ماتش النهاردة وقدامنا حاجة واحدة انت بتكلم على مباراة خروج مغلوب يعني كأنك بتكلم على مباراة كقوس حطين قدام عينهم منصة التتويق عايز تعدي من ماتش النهاردة علشان أنا يعيني على حاجة أكبر إن شاء الله البطولة دي غايبة عن مصر من 2010 من أيام السلسية بتاعة المعلم حسن شحاتة لو تفتكروا حضراتكم 2006-2008-2010 اشتقنا للبطولة اشتقنا جدا للبطولة وإن شاء الله يجي يوم 6 فبراير ونشوف أفراح الجماهير المصرية في شارع مصر كلها هتقول لي انت بتكلم مصر طب وانت بتقول على النادي الآهل بيمثلنا والنادي الآهلي داخل على معمعها في كسر العالم ولكن فيه أولويات منتخب مصر في الأول بلدنا الأول والنادي الآهلي على طول بعدين ماتش النهاردة إن شاء الله جميع اللاعبين هيكونوا جاهزين لتمثيل منتخبنا فيما عادة طبعا اللي هم المصابين اشتين ناوي بتعمله برنامج علاجي إن شاء الله يرجع ويبقى أحسن من أول في أسرع وقت ويلحق إن شاء الله بالمنتخب بعد ما إن شاء الله نكسب النهاردة منتخبنا في بعض الإصابات ولكن نتمنى بإذن الله إن شاء الله يكسبه النهاردة والإصابات والعجب المصابين كلها ترجع عندنا نجوم كبيرة جدا عندنا نجوم زي تكلمت على صلاح فيه تريزي جيه عندنا حجازي عندنا زيزو عندنا السلاح